طيب هارجع مرة تاني ايه لي ينقصنا عشان مصر تستضيف حدث زي الأولمبياد وانا اعتقد ان مصر الان مؤهلة تماما تماما بما تملكه من بنية رياضية تحتية وقيادة سياسية حريصة على رفع اسم مصر اللي احنا نحتضن أولمبياد قادمة ان شاء الله لا دلوقتي احنا انشائيا وبنية تحتية ما عندناش حاجة تنقصنا ينقصنا بقى مش ينقصنا اللي هنشتغل عليه هو الادارة ادارة الملف ادارة الملف ديبقى فيه شركات متخصصة هي اللي بتدير هذه الملفات عشان نقدر نجزب التصويت لصالحنا نزبوط وبالتبعية ننظم المؤهلة انما مصر جهزة هي مصر جهزة يعني بشهادة رئيس اللجنة أولمبياد الدولية انما هننظم ملف ازاي؟ ده طبعا ابتدى فيه الدكتور أسوف صبحي ووزير الشهر تعرضون يا شباب يعني صور كده للقارة الأولمبياد الجديدة في العاصمة الإدارية بعد منشئاتنا الرياضية ابتدأ الدكتور أسوف صبحي وزير الشهر والرياضة مع رئاسة الوزراء وبيذكروا الملف ده كويس عشان هنرسى على شركة ان شاء الله هي اللي هتقوم بإدارة هذا الملف ديبقى حلم ان شاء الله نهار ما يتحقق فالأرض الواقع يبقى حاجة عزيزة هو مصر تستحق 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 برضو في الظروف الصعبة والظروف اللي مرت بها البلد ومع ذلك أحسن منشئات الرياضية أقوى منشئات الرياضية وأقوى دعم للرياضة في تاريخ نصر يعني انت شفت اللي تحقق في سنوات يعني أنا بصراحة كنا الأول نحط أساس المشروع ونعمل احتفالية ونروح كلنا نسقف في الاحتفالية وفي الآخر نيجي بعد سنتين ثلاثة نلاقي نفس الحجر محطوط وفيش حاجة أتعمل دلوقتي بنلاقي بنسقف مرة واحدة نلاقي حاجة كبيرة إيه بنفتحها وحاجة كبيرة جازة أو طلعت من غير ما نعرف آه بزبط زمان زمان حالك بتقول لغاية أنت في عندية مثلا نادي الزمالك فرع أكتوبر ده بيتفتح من أيام أنا ما تفكرنيش ما تفتحنيش الحجر ده الأساس ده تحط وانا عضو مجلس دارة تحت السن يعني بنتكلم فقط الأمر الطويل إيه كبير لا عضو تحت السن يعني حجر نساس دارة تحط وانا تحت السن لغاية دلوقتي بتحط الحجر داب كده الحجر الله يكون فعون المجلس الحال الحقيقة برضو ربنا وفاقهم تبعياته كبيرة المجلس الحال طبعا هم عاملين يعني هم بسدين أقصى جهده ودفعين فلوس من جابهم وفيه ناس بتساعد من بره زي ممضوح بيعباسه وزي هاني برزي وهاني شكري وحسين لبيب وحسين السيد كل ناس بتساهم ولسه ولسه لسه إيه الخبر دلوقتي يعني أحد رجال أعمال ألحا تفع مليون دولار واحد اللي حدفع مليون عشان أزمة القيد الأخير فإنه ده فيه يعني فيه أعضاء مجلس ده أنا أعرفهم شخصيا دفعين نواصل لمليون دولار وما بيعلنوش وحسين السيد ما بيعلنش ففيه ناس دفع يعني كتير وفيه ناس بتدفع فلوس المدربين يعني هاني شكري بيساهم في مرتب مدرب أنا عارفه يعني مدرب صديقي يعني فلا يعني هم دفعوا بيدفعوا كتير من جابهم ومحد وبتشتموا وعملينو اللي عليهم بصراحة إيه اللي بوصدناك كده يا بشمهدس هي ناس مستعجلة بس وأنت أصيلتا معاكش عصايا سحرية يعني مفيش حد يملك إنه في لحظة يصحح اللي أفساده الضهر يعني فلازم مفيش فوقت صبري يعني أنا نهارده لما بنتخب مجلس دهرة وديه لأربع سنين لازم أديله فرصة لأربع سنين أحزبه في الآخر أحزبه في الآخر إنما أنا في كل خمس إزاي أحزبه طبعا الراجل أشتغل إزاي هل لسا نبدأوه أحزبه بالكطع صح ما طبعا كنت حسبتوا اللي قابله أسيب التجربة للنهاية هل بالمرة بقى يعني طبعا ما ذكرنا إزاي مالك فعهدوك الدكتور كاميل درويش قال للفرق كفاية بطولات ما عادتش قادر إلا أنا أجيب مكافئات لا هو مرة هزر ما هي دي مشكلة اللي بقى ساعات الكلام اللي يتاخد غلط هو بقى من كتر المكافئات نالي مفوش فلوس فكنا ندفع مكافئات كتير جدا فمرة هزر قال يا جماعة شو ما بنكسب بقى عشان معناش فلوس ندفع مكافئات بقى من بابل الدعابة يعني إنما لا طبعا ما إحنا نعرفش الهزيمة